اهلا بكم سنة خمسة ابتدائي ومعانا النهاردة اول فيديو في الجغرافيا وهو الدرس التمهيدي بعنوان انواع الموارد طيب يعني ايه الموارد اقولك الموارد يعني كل حاجة موجودة حوالينا الحاجات دي بقى زي الهوى والمية والمصانع وكل حاجة طيب بس استنى انت قلت العنوان اسمه انواع الموارد يعني الموارد دي مش نوع واحد اقولك لا دي انا عنده نوعين عندي موارد طبيعية وموارد بشرية يبقى ثاني الموارد كم نوع اتنين موارد طبيعية وموارد بشرية موارد طبيعية دي ربنا سبحانه وتعالى ادهانا انا وانت ما عملناش اي حاجة في وجودها زي مثلا المية والهوى احنا تولدنا لاناهم موجودين اما الموارد البشرية لا انا وانت بدأنا ننتج حاجات علشان نشبه حاجاتنا فهنسمي الحاجات اللي هنعملها دي موارد بشرية طيب قالك بقى مطلوب منك في الدرس ده انك تعرف لي تعريف الموارد الطبيعية وتعريف الموارد البشرية طيب نبدأ بايه اقوله نبدأ بالموارد الطبيعي الموارد الطبيعية تعريفها ايه اقوله هي الموارد التي منحها الله للانسان يعني هي الموارد اللي ربنا سبحانه وتعالى الدهن ماشي دون جهدا من جانبه في تكوينها يعني ايه مجهود علشان نجيب الموارد دي زي مثلا المية والطربة والهوى والنبات الطبيعي والصروات المعدنية زي الحديد والمانجنيز والحاجات دي كلها انا وانت عمين اي مجهود اصلا عشان نجيبها اقول له لا ده انا وانت تولدنا لانها موجودة يبقى تاني تعريف الموارد الطبيعية اقول له هي الموارد التي منحها مين الله لمين للانسان دون جهدا من جانبه في تكوينه يعني الانسان ما عملش اي مجهود علشان يكون الموارد دي لقاها موجودة زي ما هي طيب ما تديني امثلة اقول له تعالى عند المية وعند الطربة وعند الهواء وعند النبات الطبيعي اللي بيطلع لوحده وعند الثروة المعدنية ماشي طيب ما تديني امثلة للموارد الطبيعية اللي موجودة عندنا في مصر اقول له تعالى عندنا اهم حاجة نهر النيل نهر النيل ده من الموارد الطبيعية ولا الموارد البشرية يقول له لا نهر النيل ده ده ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقه يبقى ده من الموارد الطبيعية وطبعا انت عارف ان اهم مصادر المياه العزبة في مصر هو ايه نهر النيل احنا بنشرب منين من نهر النيل بنزرع منين من نهر النيل طيب فاكر السؤال بتاع السنة اللي فاتت بما تفسر قيام الزراعة في وادي النيل والدلتة أقول له بسبب وفرة المياه العزبة والطربة الخزبة يبقى كده نهر النيل من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا في مصر طيب ايه تاني من الموارد الطبيعية اللي عندنا في مصر أقول له النباتات الصحراوية قالك في مصر موجود في الصحرا نباتات صحراوية ما عندناش غابات يعني ما عندناش أشجار كتير وحيوانات كتير زي اللي بنشوفها في التلفزيون طيب هنا تسأل نفسك سؤال اش معنى مصر فيها نباتات صحراوية وما فيهاش غابات أقوله بسبب نضرة الأمطار لأن الأمطار لو كانت كتير كانت النباتات الصحراوية دي هتيبقى أشجار كبيرة وهيعيش فيها حيوانات ولكن إحنا عندنا نضرة أمطار يبقى لو جالي سؤال وقال لي بما تفسر وجود النباتات الصحراوية في مصر ليه أنت عندك نباتات صحراوية وما عندكش غبات أقوله بسبب نضرة الأمطار بس قالك الإنسان ما يقعدش ساك يعني إيه قالك بقى الموارد الطبيعية بتتعرض لحاجة اسمها الإهدار ويجب سؤال بيجيلي ويقول لي بما تفسر تتعرض الموارد الطبيعية للإهدار الموارد اللي ربنا سبحانه وتعالى الدهنة زي المية والطربة والهوى والحاجات دي كلها بتتعرض للإهدار بتضبوز ليه أقوله بسبب الإصراف في استخدامها يعني مش بيحافظ عليها علشان كده تتعرض الموارد الطبيعية للإهدار وده سؤال مهم ليه الموارد الطبيعية بتتعرض للإهدار أقول له بسبب الإصراف في استخدامه طيب قالك بسبب الإصراف في استخدامها وسوء استخدام الإنسان لها دي ممكن يعرضها لإيه أقول له يعرضها للتلوس يعني مثلا لو جيت على نهر النيل ورميت في المخلفات والقمامة إيه اللي هيحصل له أقول له هيحصل له تلوس يعني لو جيه وسألك وقال لك ما النتائج المترطبة على سوء استخدام الموارد الطبيعية أقول له يعرضها للتلوس طيب هي موارد الطبيعية دي مهمة tills اگه ان��西 ولكن الموارد الطبيعية دي مهمةأقول له طبعا مهمة عندي خمس اجابه اول حاجة الموارد الطبيعية زي ايه اول نيا وايه كمان? ومصادر الطاقة وايه كمان? بعض الموارد الطبعية. يبقى تاني. اهمية الموارد الطبعية هتكتب كم حاجة? خمس حاجات. المياه التربة الخامات مصادر الطاقة بعد الموارد الطبعية. اول تلاتة هنكتب لازمة ازاي? اقول له المياه لازمة لايه? اقول له لازمة لحياة الانسان والحيون والنباتة. واحد يقدر يعيش من غير مياه? طبعا لا. طيب. التربة لازمة لايه? اقول له للزراعة. طيب الخامات لازمة لايه? أقول له للصناعة ما فيش مصانع من غير خمات طيب مصادر الطاقة بقى أقول له أساس التقدم الصناعي يعني مصادر الطاقة زي البترول والغزو والحاجات دي هي اللي بتحرك الآلات لو ما فيش الكلام ده مش هتلاقي تقدم أصلا يبقى مصادر الطاقة أساس التقدم الصناعي التقدم اللي احنا فيه كله بسبب مصادر إيه أقول له مصادر الطاقة طيب بعض الموارد الطبعية أكيد فيه موارد كتيرة طبعا مش هقول كل الموارد اقول له بعض الموارد الطبعية تقوم عليها انواع من السياحة زي عندك مثلا سياحة الشواطق والسياحة العلاجية فاكر عيون موسى والرمال السخنة اقول له اه فاكرها من سنة 4 ابتدائي الحاجات دي مش بيحصل فيها سياحة ايوه يبقى الاجابة اقول له خمس حاجات المياه والطربة والخامات ومصادر الطاقة وبعض الموارد طبعية اول ثلاثة بنبدأ بكلمة لازمة المياه لازمة لحياة الانسان والحيوان والنبات الصناعة اما مصادر الطاقة اقول له اساس التقدم الصناعي كله طيب بعض الموارد الطبعية اقول له يقوم عليها انواع من السياحة ماشي احنا كده خلصنا الموارد الطبعية واهمية الموارد الطبعية وده اهم سؤال عندي في الدرس النهاردة طيب بس الموارد الطبعية ديت الانسان ما سبهاش زي ما هي بدل يغير فيها لحد ما حصلها حاجة اسمها التلوس التلوس؟ يعني ايه التلوس؟ اقول له ده تعريف مهم جدا التلوس هو حدوث تغيرات لبعض الموارد الطبعية فتصبح غير صالحة للاستخدام البشري التعريف الصعب ده اقول لك تعالي لو جبنا شوية مية وحطنا في شوية المية دي اي حاجة وحشة ايه اللي بيحصل للمية؟ بتتغير ولا مش بتتغير؟ بتتغير طيب المية دي موارد طبعية ولا موارد بشرية؟ اقول له موارد طبعية هقدر استخدم المية دي ولا مش هقدر؟ مقدرش يبقى تاني اقول له حدوث تغيرات لبعض الموارد الطبعية ولا البشرية؟ اقول له لا الطبعية علشان بيدحك عليك في الامتحان ويقول لك حدوث تغيرات لبعض الموارد البشرية اقول له لا ده الطبعية بس التلوس بيحصل للموارد الطبعية بس طيب فتصبح غير صالحة للاستخدام البشري انا ما عدتش اقدر استخدمها يعني بعد ما تبقى ملوسة ما بقدرش استخدمها طيب ندخل بقى على الموارد البشرية الموارد البشرية هي الموارد التي يقوم الإنسان بإنتاجها لإشباح حاجاته يعني الإنسان هو اللي عملها علشان يشباح احتياجاته طيب ما تديني أمثلة أقولك المنتجات الزراعية والصناعية لا استنى بقى الزراعة زي من الموارد البشرية وإنت لسه أقيل لي إن نبات الطبيعي من الموارد الطبيعية أقولك تعالى النبات الطبيعي ده شوية مطر نزله على الطربة طلع نباتات أنا وإنت ماناش دعوة به أما الزراعة لا ده أنت جبته مية حطيت المية مع الطربة مع البزرة طلعت زراعة علشان تشباح حاجاتك يعني استصمرت الموارد الطبيعية جبت شوية موارد مع بعض وحطتهم مع بعض زي المية والطربة والبزور لحد ما طلعوا لك زراعة علشان تنتج الغذاء علشان يشباح احتياجاتك تبقى الزراعة من الموارد إيه؟ أقوله البشرية أما بقى النبات الطبيعي من الموارد إيه؟ أقوله الطبيعية لإني مليش دعوة به طيب الصناعة من الموارد البشرية بس قالك ان الصناعة دي بتأدي الحاجة غريبة جدا ايه قالك بتأدي الى نمو المدن وزيادة وسائل المواصلات مش فاهم هقولك عارف انت لما نعمل مصنع في مدينة صغيرة ايوة اللي هيحصل بعد سنة واحدة عدد سكانها هيزيد يعني هيحصل لها نمو لان المصنع ده محتاجه عمال كتير جدا هيجيله عمال من برة يعيشوا في المدينة دي كمان العمال دي هيحتاجه وسائل المواصلات عشان يروحوا ويجوا ويتحركوا في المدينة هنا برضو وسائل المواصلات هتزيد يبقى لو جيه وسائلك وقالك ما النتائج المترطبة على النشاط البشري في مجال الصناعة ايه اللي حصل لما الانسان اشتغل كتير في مجال الصناعة اقول له الدائلة نمو المدن يعني المدن زادت وزيادة وسائل المواصلات وبكده نكون خلصنا درس النهاردة ولكن ركزلي على التلات تعريفات دول اول حاجة الموارد الطبيعية هي الموارد التي منحها مين الله لمين للانسان دون جهدا من جانبه في تكوينها يعني ما اعملش اي حاجة علشان يكونها اما الموارد البشرية هي الموارد التي يقوم الانسان بانتاجها لاشبح حاجاته طيب التلوث هو حدوث تغيرات قلنا لبعض الموارد ايه اقول له الطبيعية مش البشرية فتصبح غير صالحة للاستخدام البشري وقلت لك عندي سؤال مهم جدا بيقول لك ليه انت عندك نباتات صحراوية وما عندكش غبات اقول له بسبب نظرة الامطار طيب اهمية الموارد الطبيعية قلت له عندي خمس حاجات المياه والتربة والخامات ورقم اربعة مصادر الطاقة ورقم خمسة بعض الموارد الطبيعية اول تلاتة بيبدأوا بكلمة لازمة المياه لازمة لحياة الانسان والحيوان والنبات التربة لازمة للزراعة الخامات لازمة للصناعة مصادر الطاقة قلنا اساس ايه بقى؟ التقدم الصناعة اما بعض الموارد الطبيعية يقوم عليها ايه؟ تقوم عليها انواع من السياح وبكده نكون خلصنا درس النهاردة طابع فيديو الاسئلة على الدرس ده وكمان هنحل امتحان الكتروني تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحطو